مسلسل يجيب الله مطر الحلقة الأولى بتبدأ الحلقة بنجمة في مطر شديد جدا وبتتكلم عن أهمية المطر في حياتنا وقدي إيه منشتقله في فصل الصيف أما ده نوح مسجول بقاله عشرين سنة بيفتكر أيامه وهو مع أولاده ومراته نجمة زمان لما كان عايش معاهم وكانوا عايشين سعدة جدا ومبسوطين عنده ولد وبنتي نوح بيقوم مفزوعة جدا من الحل هنتعرف على نجمة معاملتها قاسية جدا لابن جزهة اللي اسمه أيمن بتندع عليه محضران الفطار بيقول لها يوم بتقوله كلم معايا بطريقة أحسن من كده بيقول لها إمتى شفتي آخر مرة أمي بتقوله ما شفتهاش بيقوله إنه حلم بيها قالت له ما تبقاش تحلم بيها تاني بتأكله بصل وبيتدايق جدا علشان هو رايح الجامعة دلوقتي ورحته عتبقى بصل قدام الناس هو متدايق جدا من العيشة قدي إيه فقير جدا ومحتاج دايما ونجمة بخيلة جدا عليه وبتخليه كمان يشتغل في البيت بنتعرف على النجمة كواكب مغنية ودي بنتها فضة مشغالها عندها سكرتيرة بتعملها كل حاجة من غير فروس طبعا أما دي حسنة بنت نوح هنيعرف قصتها بعدين ده جزهة بتعملوا معاملة وحشة جدا يعني بتبقى قوية عليه بيجي بنتها عهد وبتقول لها إن هي سمعت باباها بيكلم وحدا ده اللي خلاها تتنفس جدا منها أما بالنسبة لنوح فكان قاعد في السجن وخلاص قرى بيمشي ويخرج من السجن بالنسبة لحسنة بعد ما عارفت إن جزها العلاقة بوحدة بتاخده وبتحبسه في القوضة وبتقفل عليه طبعا هو شخصيته طعيفة جدا قدامها علشان الفلوس كلها بتاعتها والشركات هي غنية جدا ومبسوطة ودي بنتها عهد أما بالنسبة لأيمن اللي بيتدايق جدا من كل شوية العربية بتقف منه وبتعطل وبيتدايق جدا من العيشة دي كالعادة أما نجمة عملة بتجمع الفلس على الفلس والفلوس من شغلتها هي شغالة وفتحة بقالة في البيت بتسترزق منها أما نوح فأصحابه كان عمليل حفلة عاشة كده علشان قاطر حيخرج نجمة موجودة دلوقتي في البقالة وبطول إنها عايزة تغليل أسعار شوية عن الناس وبتصور كمان وبتنزل على صفحة علشان الناس يجوا يشتروا منها بنتعرف على سما أخت حسنة وبنت نوح برضو الصغيرة بتشتغل ممثلة شايفة نفسها جدا كأن ما فيش نجمة غيرها عملة بتزعق في قسم الإنتاج وفي الناس اللي شغالين معا في التصوير ده جزها مش عال المفروض إنها تجز دلوقتي علشان حتقوم بمشهد تمثيل نوح بيخرج من السجن مش عارف يروح فين بيشوف شابين معهم عربية بيوقولهم ياريت تغليني في سكتكو طبعا ما بيبقاش في مكان فبيخلو يركبوا وراء خلص بالله بعد كده أيمن بيروح الجامعة وبيتكلم معها صاحبته شهد وبيتانك عليها أنه هو في باريس وعنده عربيات لكن مش بيردى جيبها هنا عشان الناس يعني ما تحسدوش لكن هي عارفة كويس جدا إنه فقير وكل الكلام تجد نجمة بتتصل بيو بتقولها هات العربية دلوقتي بدل ما جيلك أما سما فقعد بتحفظ مشهد وفي نفس الوقت بتعمل دعايات لأكله والحاجات معينة والمنتجات وبتاخد عليها نسبة من الأرباح طبعا نوح بيفتكر وهو نايم بنته صغيرة سما وامراته نجمة وابنه أيمن وطبعا عمال بيحلم وهو نايم في العربية بتاعت الناس قدية حياته كانت سعيدة معاهم زمان وكان بيدخور عليهم دايما وفي ايده أكل وشرب بالنسبة للأولاد اللي كانوا معايا مبارك وصاحبه بيقولوله خلاص احنا وصلناك عايز تروح فيه لكن بيقولهم أنا عايز أكل كواكب كواكب عمالة بتغني وبنتها بتصورها أما بالنسبة للعهد بتحاول تخترح حاجة علشان تخلي أمها كويسة مع أبوها شوية واخلقها تتغير وتبدأ أن هي تتحسن بتخلص الحلقة الأولى دا كان ملخص لكل الأحداث اللي حصلت في الحلقة الأولى ومسلسل يجيبها الله مطر يارب الملخص بتاعي يكون عجبكو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكو كل جديد باي باي